مضى قرابة ثلاثة شهور على العدوان الأخير على غزة ولازلنا نقف على الركام وأمام ذكريات هذا العدوان مشدودين وكلما اقترب الشتاء أكثر تجدنا ننظر إلى بعضنا البعض بتيه أكبر وأعمق وأثقل بذات الثقل الذي وقع وألقي على قلوب النازحين هنا أين ذهبوا سكان هذا الحي؟ هذا الحي هو عبارة عن جزء بسيط من الدمار الذي شهده حي الشجاعية وهو حي واحد من أحياء قطاع غزة هل بالفعل ستفي أموال الإعمار بآمال هؤلاء النازحين؟ نحن على أبواب الشتاء لا سيما أن الأسبوع الماضي شهدت كمية أمطار زخمة وكمية أمطار كبيرة على قطاع غزة ماذا فعلوا هؤلاء النازحين؟ هل كانت خيامهم بالفعل قادرة على حمايتهم من برد الشتاء؟ وهل استطاعوا إسكات سرخات أطفالهم حينما دقت الأمطار على هذه الخيام؟ لم لقين مطرح نقل فيه زي ما أنت شايفه وهذا من عد مطرح اللي إشقيانة فيه وين نروح أو نلقي؟ هين ردين باللي كتبهن ربنا أموال الإعمار جميع من فقد بيته أو فقد جزء من الأملاك التي كان يمتلكها ينتظر هذه الأموال لتعوده جزءا مما فقد أنتم ترون الصورة من يساري ترون الصورة من خلفي ترون الصورة أيضا على اليمين والصورة خلف الكاميرا أفضع وأفضع لكن سكان هذا الحي الذين أصبحوا الآن تحت مصطلح نازحين لم يفقدوا الكرام ولم يفقدوا العزة لا زال لديهم متسع أكبر للتضحية كما يقولون وكما يؤكدون دوما إسلام الهبيل نساء من أجل فلسطين غزة فلسطين